ضاع الوطر ضيعوا معن ماني بقيوا عكراسيون أبو مروان مسعف الفقراء وطبيب أحذيتهم المعطوبة يدخلها إلى الطوارئ ويجري لها العمليات الجراحية اللازمة ليعيد لها الروح في وقت أصبح شراء حذاء جديد بطلع الروح هذه المصلحة أنا كنت صغير فيها واشتغلت فيها من حوالي 40 سنة تقريبا وبعضنا مستمرين فيها لأنه صارت مصلحة نادرة نادرة جدا نحن من أصل كنا شي عشرة من المنطقة النبطية صرت لحالي تقريبا هون لحالي كنت قادر تسميها مثلا أنه تصليح عحلي لكن بحبت التقليد بحب الابتكار ابتكرت هذه التسمية لسببين أول سببها استقطبت زبائن أكتر كنت تسمية حلوة في مستشفى الأحذية في مدينة النبطية يداوي أبو مروان الأحذية بما تيسر من أدوات ومستلزمات والتي ارتفع سعرها مع ارتفاع الدولار أما الفحصية والعلاج فسعرها ضمن المعقول فلا طاقة للفقراء على تحمل ارتفاع الأسعار هو الرزق على الله كما يقول أبو مروان المواد الأولية ما فيه وغالية جدا وكلها بالدولار كلها بالدولار الأمريكي والناس هون فقيرة تقريبا لقدر الإمكان ونربح شي بسيط لنستمر نحن بالحياة زيرة القبال بعد الأزمة اللي صارتها حوالي 500% أكتر من 500% وضغط على الشغل يعني والناس أغلبها ما تصلح يعني ما حدا معه يشتري جديد على قدر الإمكان من توصى بالناس نحن بوعا زاد زاد كتير حسب ما نشتري الإبضاع بس بعدها بالنسبة السعر القديم بعدها أرخص إذا نقيسها على استوى الدولار أرخص إيه إيه وأكتر شي هلأ الطبقات الغنية صارت تصلح أكتر الناس الغنية هلأ وصلنا بالوضع الاقتصادي اللي وصلتنا إياه السلطة الفيسدي في لبنان والخربة بيوت الناس ودمرتها وصلت الناس أنه حتى ما بعرف كيف بدي أقولك يعني أنه حتى الأحدي اللي كانت رميتها بالشارع صارت تجي تصلح وصلوا الناس أنه بطلت الناس تتعاطئ أنه هذا موديل وهذا كونش موديل وهذا درجة وسكربيني أو بوت مهم أنه تلبس العالم وتمشي أمورها ونضلت الحالي هيك أعادت الأزمة الاقتصادية المجدة لمهنة اسكافي والتي كانت على طريق الانتثار فهل يمكن أن نشهد عودة لسوء الكندرجية من جديد؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر